بطلب من فرنسا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول قضية الإتجار بالبشر في ليبيا بعد أيام على كشف تسجيل مصور كيفية بيع المهاجرين الأفارقة داخل الأراضي الليبية باريس تطمح لاتخاذ إجراءات عقابية بحق المسؤولين عما وصفته بالجريمة ضد الإنسانية في حين طالبت المنظمة العالمية للهجرة مجلس الأمن بالعمل على أقفال مركز احتجاز المهاجرين التي تديرها السلطات الليبية المفاوض سامي لحق الإنسان تحدث عن 17 ألف لاجئ محتجز داخل ليبيا اليوم من نيويورك ينضب إلينا الآن أصحة في أحمد فتحي يا أصاب أحمد مساء الخير هل خرج أي شيء ملموس عن هذه الجلسة المتواصلة منذ ساعات؟ للأسف لم نخرج بقرار ملموس أو حتى لا يوجد حديث عن مشروع قرار ولكن إجماع على الإدانة وشك بما يحدث في ليبيا هذه الأيام بعض الدول طالبت بإرسال بعثة لتقصي الحقائق والبعض الآخر طالب بإجراء تحقيق ولكنه ليس واضحا من سيقوم بالتحقيق هل هي المحكمة الجنائية الدولية؟ هل ستكون لجنة خاصة من مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ هل سيكون مجلس حقوق الإنسان؟ ما زالت تفاصيل كثيرة مبهمة في خلال الأيام القادمة ننتظر صدور بيان وهذا أقل شيء في المرحلة الحالية ولكن لا نتيجة ملموسة حتى الآن بخلاف الإدانة الإجماع على الإدانة والشك ما الذي يعيق التوصل إلى قرار؟ كانت هناك مطالب واضحة من جانب منظمة العالمية للهجرة حول إقفال مراكز التي تأوي المهاجرين والتي تديرها السلطات الليبية كان هناك مطالب واضحة من جانب فرنسا أيضا بفرض عقوبات ما الذي يعيق إصدار قرار ملموس اليوم للتصدي لهذه الأزمة الكبيرة؟ حتى يتمكن المجلس من الخروج بقرار بالتوافق أو بالإجماع الأعضاء تستلزم الدخول في جوالات متعددة وصياغات وجدل قانوني بين الخبراء فصدور قرار من مجلس الأمن ليس بهذه السهولة بالنسبة لفرض عقوبات أنا أتصور بناء على حديثي مع بعض الدبلوماسيين من أعضاء المجلس أنه هذا أقرب للحدوث ولكن إغلاق مراكز اللاجئين هذا ليس واردا في الوقت الحالي نظرا لما سيؤدي له من نتائج عكسية تنعكس على الدول المحيطة دول الجوار ودول عبر المتوسط وهذا لا يوجد قبول له في الوقت الحالي ليبيا في مرحلة لا يوجد بها مؤسسات إنفاس قانون فاعلة يوجد فراغ أمني رهيب بالنسبة لمنظمات الجريمة المنظمة تنتهز هذه الفرص كما رأينا في مناطة كثيرة في العالم وكل شيء متاح للبيع والشراء كما قلت ليبيا طبعا تعيش أزمة أمنية ولكن ماذا عن تعدد السلطات في هذا البلد هل بالإمكان بالفعل تصدي لملف بهذا الحجم مع عدم وجود سلطة واحدة يتم التفاوض معها أو يتم اللجوء إليها لإعادة الأمور إلى نصابها الجديد اليوم أنه بدأنا نسمع اتجاه أنه يجب أن يكون الوصول إلى حل سياسي هو الشرط الأول ولكن ممكن أن نتراجع إلى الشرط الثاني فهذا تصور يوجد إشارة إلى أن الدول الفاعلة في الملف الليبي من الممكن أن تقوم بصياغة شراكات أو برامج للتعاون مع واحد أو أكثر من القوى الفاعلة على الأرض أشكرك أصحة في أحمد فتحي كنت معنا إذن من نيويورك